بيشوف المعارض ويكتب عنها او يقرأ عن فنون عصر النهضة ويقدمها الى الجمهور المصري من خلال كتاباته لانه اشتغل ايضا بالكتابة مع رمسيس يونان في المجلة بتاعته ورمسيس يونان كان عنده مجلة لجماعة الفن والحرية والاستاذ نجيب كتب بعض المقالات فيها انا مش عارف ادر يحصلوا عليها اخيرا ولا لا لكن انا اتذكر انه هو قال لي انه هو كتب مقالات في فن التشكيلي عن فنان عصر النهضة وكان برضو ايضا بيشاهد الفن التشكيلي في بداية الاولى في سراي تجران في شارع الجمهورية اللي هو الشارع ابراهيم باشا السابقا وكان بتعمل معرض سنة والفن التشكيلي المصري وتعرف فيه على كل الفنانين التشكيلي المصريين من سنة 22 وازن هو بدأ يحضر سنة 37 يعني بدأ يحضر هذا المعرض من سنة 37 في سراي تجران في شارع الجمهورية حضرتك شفت مصر من صور التسعتاشر لغاية دلوقتي شايفها ازاي دلوقتي بعد التسعتاشر وستة وتلاتين وتمانية واربعين واثنين وخمسين وتلاتة وسبعين يعني وسبعة وستين وتلاتة وسبعين شايفها ازاي وسبعة وسبعين ها لا هي بتعاني وربنا وعاها ازاي تخرج من المعاناة دي انت فكرك انا عارف تخرج ازاي وما قلتش الحقيقة الحقيقة حضرتك قلتلنا الحقيقة حضرتك قلت في كل شغلك قلت اتكلمت كتير عن الديمقراطية عن العدالة الاجتماعية عن حاجات كتير احنا احنا اللي ما سمعناش الكلام لما اتعمل التمثال كنت قاعد مع الأستاذ فقلتله كل الناس تفرغوا على التمثال ياريت حضرتك لو تسمح نروح نبص عليه مع بعض وكتب والحقيقة فوجئت ان هو وافق يعني فروحنا لما وصلنا عند التمثال وننزل طبعا انا عشان النظر كتب اشرح له الشكل لنفسه المكان والتمثال وبعض الملامح فالمنظر بقى الجميل هو منظر الناس العاديين في العربيات ومترباصات وكتب لما شافه الأستاذ وقف قصد التمثال يعني كمية حب وسلام وتحيات ليه وكتب كنت بحاول ان الهاله كان الحقيقة منظر يعني كان جديد بانه يتسجل ويتصور زي كده لانه منظر مظاهرة حب حقيقية لجراجل بغض النظر عن التمثال لكن ليه هو نفسه ولوجوده لما لما جعنا بعد زيارة التمثال عادنا جنب النيل فبقوله يا طرى الشعور حضرتك ايه دلوقتي بالتمثال فقال لي الحقيقة دلوقتي حالا مش ممكن الا اني اكون سعيد يعني بمعنى انه كأنه فيه التزام اخلاقي انه طالما ناس فكرت وتعبت وحبت تكرامه وتعمله تمثال فهو لازم ان هو كمان يسعد بده بسألك عن حالة الكتابة دلوقتي ايه؟ عن ايه؟ الكتابة ده التابة الاحلام مثلا ايه 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 انا حفضت شوية واصدقائي قالولي مليها لح سنتنساها تمام فملتها على صبري اه اه هم بقوا ميت حلم منشوية والاحلام القديمة سبعتاشر اللي رأيت فيه ما يرى النائم سبعتاشر حلم لا دي مش احلام ما نعارف دي احلام مؤلفة اه احلام مؤلفة اه كنت مبشر على الروحي احلام مؤلفة والله الاستاذ نجيب طبعا انا اعرفه من زمان قوي من ايام ما كنت باقرأ له من شبابي حتى من ايام ما كنت لسه طالب انما علقت بي اخيرا بقى عرفت الطريق الى هنا اه اخوي حاصر ناصر هو اللي عرفني بهذه الندوة وبقيت مواظب على يوم الثلاث باستمرار بقى اجمل يوم في الاسبوع بالنسبة لي هو يوم الندوة استفدت الاستمتاع الذي بلا حدود من قراءاتي له وبعدين في حاجة احب اقولها بالنسبة اللي لفتت نظري في ادب نجيم محفوظ ورواياته انه هو شاعر جوه الاديب فما تخلوش رواية من رواياته الا لك تجد فيها ضروري عبارات شعرية او صور شعرية شاعرية يعني اضرب مثل بسيط جدا في احدى رواياته بيتكلم عن الفضاء هو دايما عنده الحارة والفضاء الحارة تمثل المجتمع والفضاء هو ما خارج هذا المجتمع فعايز يوصف الليل في الفضاء يقول يقول لك ايه يقول اقبلت قوافل الليل وحاديها القمر تعبير شاعري ما اروش قبل منه حد انه يشبه الليل بقوافل الليل ولها حادي هو القمر خد منده كتير اوي في رواياته مش خالص بقى اه كمان سؤال او سؤالين بس يعني اه كمان سؤالين اه اه نما بتبقى لوحدك بالنهار بتعمل ايه اه نما بتبقى لوحدك بالنهار في البيت مفيش اي حد خالص غيرك انت الوحدك تعمل ايه بغني 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 اي اي اغاني بقى اي اغاني غريبا اغاني الطفولة اه يعني المسيطرة علي سلطانة الطرب منيرة المهدية اه التوشيح سلطانة الطرب والله ده حاجة دو ام كلسوم تزعل فابراها والله من كده اه ام كلسوم تزعل من كده كل واحد بياخد وقته اه ايه اقرب اعمالك لسرتك الزاتية ايه اقرب اعمالك لسرتك الزاتية يمكن حكايات حارثنا اكتر من الاصداء اكتر من الاصداء ايه دي حاجة اكتر طبعا اكتر ده النبرانية اه يعني على الواقع الاصداء من الداخل اه اخر حاجة بقى هل كتابة المقالات توقف الاديب عن الكتابة الابداعية؟ اه هل كتابة المقالات توقف الاديب عن الكتابة الابداعية؟ لا هل انت استمرت في الاتنين مع بعض؟ اه امتا؟ اياما كنت بكتب وجهة النظر كنت بقالف روايات وقصة قصيرة واكتبت المقال اصدق المفكرة مش وجهة نظر المفكرة اللي هي كتبيرة ما جمعتش انت المفكرة دي في كتاب لغير دلوقتي هاي؟ المفكرة دي ما جمعتاش في كتاب لغير دلوقتي لا يظن جمعوها ايوه جمعت مع وجهة نظر كلنا نعلم ان الاستاذ نجيب حصل على اكبر مكافأة مالية في تاريخ الادب العربي هي المليون جنيه بتاعة العقد بتاعة نشر اعماله على الانترنت وكان لهذا الموضوع رواية مدهشة الحقيقة فالاستاذ نجيب محفوظ لو ناشر في مصر اه تعاقد باسمه ودون علمه على نشر اعماله في احد دول الخليج بمقابل زهيد قبل ما يتم التعاقد معه بالمليون جنيه فلما جاله العقد بتاع المليون جنيه هو رفضه بما ان النشر بتاعه عمل هذا العمل غير المشروع ومن ورى ظهره الا انه حرصا منه على عدم ايزاء ناشره وعدم طوريته امام القضاء فاغثر ان يخسر المليون جنيه من ان هو يودي هذا النشر الى القضاء وانا شخصيا وكل الناس اللي بيجتمعوا به في ندوة الثلاث حاولنا محاولات مبنية ان احنا نقنع الاستاذ نجيب باللجوء للقضاء في سبيل الغاء العقد الباطل اللي عمله ناشره وتمتعه بالعقد الجديد اه لكنه رفض رفض شديد جدا ان يلجأ الى القضاء لغاية ما احنا توصلنا معاه ان احنا نحاول نحل المشكلة بشكل ودي وكان هو ده السبيل الوحيد للغاء العقد مع الشركة العقد الباطل وعمل العقد الجديد مع الناشر اللي موجود في مصر فده بيوري لحضرتك الجانب الانساني الرفيع في الاستاذ نجيب وحفوظ وانه شخص غير عادي وبيتمتع بقيم انسانية رفيعة لا يمكن ان حد في هذا الزمن يصل لها ولعل يعني ما بقولش سر لما اقول ان السبب او الدافع ان هو ما كانش عايز يودي ناشر بتاع القضاء انه مجرد ابن احد اصدقائه هو يعني سعيد جدا لهذه المناسبة اللي بتجمعه بحضرتك وبيقول لك كل سنة وانت طيب وانت طيب اشكرك جدا بيبلغ حضرتك سعدتو وتحيات جميع الفرنسيين اللي قرأوا كتبك وحبوا كتبك جدا كل قراء فرنسا هو باسمهم وباسم الشعب الفرنسي بيحمل لك تحياتو ومحبتهم اشكرك وشكرك خاص لك لدار روشير اللي طلعت ترجمة يوم اين بلادي حتصدرها اللي احلام حكبت عيوم الخميس طلوع صدور الكتاب قبل ما يطلع بالعرب دي حاجة بتقدر جدا والفرنسيين يتفهموا هذا بشكل شرف بقول لي سيادة السافرة ميسيو شيراب بعت لحضرتك رسالة مكتوبة لما حصل انك انت كنت تعبت شوية من فترة بيبطمن على صحتك دي السلسية يا سيد نجيب هي كلها تلتة اجزاء فدي نسخة السيادة السافرة جائبها حضرتك توقعنوا عني شكرا 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 عباسم شكرا 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 أماله لمصر وللعالم لها تتغلب على كل ما تعبها وتزدهر وتنبو وزي ما خلقت الحضارة تخدمها دلوقتي لكل مفاهمها وقيمها أما العالم فأني أوجه كلمة لأمريكا للولايات المتحدة أن القيادة الحقيقية للعالم تجيء عن طريق العدل للغز أنا واحد زي كل واحد عندي شأنة عايز أجهزها وفرشها